اشتركوا في القناة اعملت تصحيح لشكل اي بي سي اربعة وبعمل الموجة الخامسة اللي انا ما زلت شايفين الاسطلاقة قمة وبعد كده صحح الموجة التالتة وبعد كده استكمل في الاتجاه الصعب وما زلت ابحث عن اهداف سعودية لازل السعب هل التصحيح ممكن يجي بسيط ده اللي هنشوفه مع الوقت لو احنا جوا السعب ده هنقول طيب انا عايز اهدافي بمنطقة البساطة الموجة بتاعتي انا عملت قمة وقاع الموجة التالتة تقلق عند مستويات 161 فيبو انا حقققت الهدف منها وحقققت الهدف كمان مستويات الموجة التالتة اللي هنالحد الموجة الخامسة والاخيرة اللي ممكن تمتد مستويات المية وتلاتة او مية وده اللي انا شايف ان السهم حتى الان لسه لن ينهي مغامرته ليه بقى خلنا بس نمشى مع السم ده لو انت برى السم انا شايف ان ده مش يحصل بفرصة لكن لو احنا بصين احنا هنلاقي نفسنا عملنا ايه عملنا موجة أولى وصححناها وعملنا الموجة الثالثة وصححناها وجدت أطول من الموجة الأولى ببريج وعملنا الموجة الرابعة وأتوقع موجة جديدة ما قبل تصحيح الموجة الثالثة كلها يعني ما زلت أتوقع قمة جديدة لهذا السهل طيب أنا عملت الدلع ممكن أخذ الدلع الثاني يكون موازن لي ودينا عند مستوىات ما بين 83 و 80 جنيه وممكن يكون عندنا بوادر ناكس ولكن احنا مستهنين تأكيد يحصل لوادر ناكس وبعد كده أبحث عنه أنا عايز أبحث عن موجة مجيش أطول من المناطق دي أنا أخذ موجة بنفس طول الموجة الثالثة بمنطقة البساطة وخصوصا أن الموجة الثالثة ما كانتش الأقصر فممكن الموجة الخامسة تيجي منتد لو الموجة الثالثة أقصر من الموجة الأولى فالموجة الخامسة استحالة تيجي أطول ولكن الموجة الثالثة أطول فبالتالي ممكن نروح لحد مستوىات التسعة وتسير لحد مستوىات المية وخلينا نمشي مع السامة واحدة واحدة وما زلت شايف إن في قمة حتى لو كان الزخم البيع قوي خلينا نمشي طيب لو السامة ده هبطه بقوة وكسر مستويات 78 جنيه وعش نقرش بس سامة حاول عطرين ده هبط وهيبقى دي مزيد من الأهداف الهبطية طيب كمان لو انت بصيت وقلت طيب السامة ده لو كانت وانا ما زلت شايف إن في قمة طيب لو قلنا إن احنا نصحح النمط ده كله هلا نفسنا قابل مستويات الثمانية وثلاثين فيه أو الدعم اللي عند منطقة البيجس فور بتاعتنا اللي عند مستويات السابين لحد مستويات التسعة وستين جنيه وبالتوفيق